بغادي ناس غانت طيبة ناس الدكتور عبدالحيوسف وديل سبارهم من السودان وطوال داعش والله الذي لا يلغيره مش الناس الآن زعلانين وداعش ما قويسين وداعش غير إنسانيين جوك العلمانين طبعا وداعش ما عارف الاخري ديل لو باريت الدكتور عبدالحيوسف ما عارف عبدالكريم محمد عبدالكريم بتاع الجريف ديل لو باريتهم من هنا وداعش طوالي منهج الخوارج انت يعلو في رؤوسهم ويوقروا اهل البداء ويجيبوا اهل البداء ودعاة الخروج على الحكام ودعاة السورات الذين اججوا البلاد وطيحوا العباد في كل العالم العريفي سلمان العودة ما عارف كلهم كلهم بيجيبهم الفاشل الدكتور عبدالحيوسف دير كلهم دعاة باطل تقل لك الكلام ده عندنا مع اما شاكل يعني في قرش في كورة جابوا فينا قون دارين نجي فيهم قون تاني لا لا مشكلتنا معهم في الدين وخايفين على جدة لان الله عز وجل قال وان هذا صراطه مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل دي كل لا ترك ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فانت تابع طريق النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله افلا ننابذهم لنقاتلهم قال لا ما صلوا مداموا يصلون فلا تنابذوهم وإنما أمرهم قريب قادر على أن يأخذ هذا السيسي وأعوانه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونحن في يوم الجمعة ولعلها ساعة الإجابة أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يسلط عليه سيف انتقامه وأن ينزل به وبطغمته بأسه الذي لا يرد عن القوم المدرمين أما عبدالحي يوسف هو المفرخ لفكر داعش قد يكون هو ما منتمل لداعش تنظيمين الرئيس البغدادي النائب عبدالحي يوسف بالطريقة دي قد يكون ما معهم لكن هو له دور عظيم جدا في خروج ناس داعش والناس الآن بيتكورك داعش والناس مشت داعش وفي بنات جران داعش ونكاح البتاع وبيتكورك وما بيمسكوا محل الوجع الناس ما تبقى صريحة الناس ما تبقى صريحة كويس؟ أمشي للمحل بتاع الوجع ذاته محل الوجع هذا لعبدالحي يوسف ذاته عنده كتاب الاستبداد السياسي هو عبارة عن رسالة للدكتورة لما انقدمه كده جاءت لجنة تعجب هجية قاعدين دكتور مين وأستاذ دكتور مين ودكتور مين وأستاذ مين خدت لهم قال لهم يا أخواننا دا البحث بتاعي ناخشوا لو لقيتوا غلط وروني ولو صح وروني وكده وبتاعه أجيزوني ناخشوا ودوا امتياز ونشروا وجوه الكتاب دا فيه المنهج بتاع داعش ذاته البفرخ داعش تقرأ تقرأ الكتاب بتاع عبدالحي يوسف بتمرق داعش السوداني تبقى أبو زعموت السوداني فيمتى؟ داك أبو بكر البغدادي فإذا قرأت الكتاب بتاعه دا بتمرق داعش نفس المناهج تعد داعش موجودة في منهج عبدالحي يوسف فيمتى؟ ده غير أنه عنده حرية الاعتغاز ذاته في نفس الكتاب يعني كلام متناغز ذاته ويزكي سيد قطب الذي يطعم في الأنبياء ويطعم في الصحابة وينكر الاستواء ويعني يقرر عدم الأخذ بأخبار الأحاد ويقول بعقيدة الصوفية سيد قطب بيمدع عبدالحي يوسف سيد قطب قال في تفسير سورة الإخلاص وسوف تفسير سورة الواقعة بعقيدة الصوفية بتاع تحدث الوجود أنا الله والله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا فيمتى العقيدة دي ذاته وعقيدة الحلاج ما في الجبة إلا الله وخضنا بحرا وقف الأنبياء بساحل هذه العقيدة يقول بها سيد قطب فيمتى؟ ويدافع عنه عبدالحي يوسف فديل يا أخوانا شوف السلف رحمهم الله كما قال محمد بن سيرين قال إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم يا أخوانا زول في الدنيا دي في قرايتك الآن يقول لك والله أنا الدكتور ده ما بحضره لأنه بلخبت راسي وما توزعوني في المستشفى مع الدكتور الفلاني وزعوني مع الدكتور الفلاني ولا ما قعد يحصل قعد يحصل ليه؟ لأنه بيشوف إنه ده قد يضرك كما ضرك ما بينفعك فكيف تأخذ أمري بدخلك جنة أو نار من أي بني آدم؟ أقول أيها الأخوة الكرام جئنا إلى هذا المكان من أجل أن نحقق غاية شرعية مفادها أننا ندين الله عز وجل بأن قتيل الأمس هو أخونا ندين الله عز وجل ندين الله عز وجل بحبه أخوتنا معه أخوة المسلم المسلم والله لا يفرح بموته ولا يشمت بموته مؤمن أبدا بل المؤمن يشعر بأن هذا الرجل قد جاهد في الله حق جهاده وأنه كان شوكة في حلوق أعداء الله وأنه كان شجا في حلوق المنافقين ومن يكرهون ما أنزل الله يا أيها الأخوة الكرام اجتمعنا في هذا المكان من أجل أن نعلن أخوتنا لقتيل الأمس اجتمعتم في هذا المكان من أجل أن توجهوا رسالة للكفار والمنافقين أن أسامى أن أسامى بلاد أخونا وولينا هذولا هم الشياطين هذولا هم الشياطين ابلاد شيطان خبيب ابلاد شيطان خبيب خارجي لا يجد لأحد أن يثني عليه ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي يمجره من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي يمجره التكفي 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 التدمن التخري التخري الإرهاب لن ننسى جرائم تنظيم القاعدة كفروا ولاة أمرنا ورجال أمرنا إن طواغيس الفكم الجاسمين على صدر الأمة في جزيرة العرب هم كفرات مرخدون هم كفرات مرخدون لا شك أن هذا التنظيم لا خير فيه ولهو بالسبب للصلاح وفلاح يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج وآخرون يقولون هم مجاهدون إيش إيش يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج ويقول آخرون هم مجاهدون فما رأيكم نعم مجاهدون في سبيل الشيطان فما رأيكم نعم مجاهدون في سبيل الشيطان وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ يوجد بعض من ساء أدبه وقل من الله حياؤه ينظر في تفسير مثلا كتفسير الظلال الذي كتبه سيد قطب رحمه الله وهو تفسير نافع مفيد فيه من الخير الكثير وفيه من العلم الغزيل تجد هؤلاء يتتبعون تفسير الظلال بالمنقاش يخرجون ما تأول فيه فأخطأ فيضخمونه ويكبرونه وينفخون فيه ويشيعونه في المجالس ولربما كتبوا في ذلك كتبا وأبدأوا وأعادوا من أجل أن يصوروا أن هذا الرجل الذي فسر القرآن كان رجلا زائغا الملة فاسدا المعتقد قبيح الطوية وأنه أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى إلى غير ذلك من هذه الأباطيل وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسودي أي مجتمع مسلم ده مجتمع كافر عند سيد قطب في هذا الكتاب الصفحة مية وعشرين في الطبعة طبعة دار الشروق في الصفحة تمانية وتسعين إلى مية واحد كل الطبعات موجودة هنا ويباع الآن في الأسواق المحلية والعالمية هذا الكتاب وهذا الكتاب الآخر لسيد قطب أعظم كتاب ألفه سيد قطب يحوي ضلالًا وبدعًا أنكر فيه العرش لله وأنكر الميزان وقال بعقيدة الحلول ووحدة الوجود وشتم الأنبياء كشتم إلى نبي الله سليمان ونبي الله داود ونبي الله موسى وشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كشتمه لعثمان بن عفان وشتمه لعمر بن العاص وشتمه لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وشتمه لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم رضي الله عن معاوية وأرضاهم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان